كشفت وسيري الام إسبانية نقاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية أمر بالتحقق مما إذا كان زعيم ما يسمى بجبهة القوليسانيو الانفصالية إبراهيم غالي يوجد على الأراضي الإسبانية بهوية وأوراق مزورة قبل أن يقرر في مسألة استدعائه للتحقيق في جرائم تعظيب واختصاب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في إطار شكوى مقدمة ضده من قبل حقوقيين يأتي التحرك الإسباني الأخير بعد تلويح المغرب بالتصعيد ضد إسبانيا بسبب استضافتها لغالي بينما قالت وزيرة الخارجية الإسبانية إن بلادها قدمت للمغرب التفسيرات المناسبة حول الظروف التي أدت لاستقبال غالي وهي لأسباب إنسانية بحثة القضاء الإسباني يستدعي إبراهيم غالي زعيم ما يسمى بجبهة البوليساريو الانفصالية المتابع في جرائم التعذيب والاختصاب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان للمثول أمامه في إطار شكوى مقدمة ضده من قبل فاعلين حقوقيين خبر تدولته وسائل الإعلام الإسبانية في سياق ردود فعل الرباط على خلفية سماح إسبانيا لغالي بدخول ترابها بشكل غير قانوني إبراهيم غالي اليوم يوجد أمام ورطة قانونية حقيقية تبقى القانون الإسباني الذي يجرم ما نسب إليه من جرائم خطيرة خاصة الاغتصاب والاحتجاز والتديب والتي هي جرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية تصل عقوبته في إسبانيا إلى 20 سنة نظرا للتشدود القانوني فيما يخص خاصة الاغتصاب بعد واقعة قطاع الدئاب التي وقعت في 2016 ندعو إبراهيم غالي مطالب الآن من طرف القضاء الإسباني بالحضور أمام النيابة العامة خلال أيام القليلة المقبلة ربما قد يتم الاعتدار عن ذلك بسبب وضعية الصحية ولكن على كل حال مصطر اتخذت طريقها أعتقد في مثل هذه الحالة لا يتوفر إبراهيم غالي بالنسبة للقضاء الأوروبي والإسباني بالأساس على أي حصانة لأن ما يسمى الجمهورية الصحراوية غير معترف بها من طرف الاتحاد الأوروبي أخذ ملف إبراهيم غالي في ارتباطه بقضية المغاربة الأولى أبعادا سياسية وديبلوماسية استأثرت باهتمام الرأي العام المغربي وشكلت محط نقاش برلماني طالب معه نواب وممثل المغاربة في المجلسين بالتحرك وفق ما يقتضيه الدستور الأحزاب الممثلة في البرلمان جددت دعمها للديبلوماسية المغربية في مواقفها المعلنة وطالبت حكومة مادريد بتدارك ما وصفته بالفضيحة ودعت بعضها إلى إحداث لجنة لتقص الحقائق الاطلاع في الحقيقة على فضاعات وجرائم الإبادة التي رسكبت البوليساريو من خلال الاستماع للضحايا مباشرة والاستماع أيضا للدوي الضحايا فنعتقد أننا بهذه الطريقة سنجمع ملفات دامغة على فضاعات التي ارتكبت البوليساريو على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت البوليساريو وسنعيد تقرير هذه الوضعه لدى الهيئات والمنظمات الدولية بما في ذلك أيضا المحكمة الوطنية في مادريد تصعيد الرباط من لهجتها في قضية إبراهيم غالي يقابله صمت إسبانيا ما يفتح باب التكهنات بمستقبل العلاقات بين الجارتين على احتمالات عدة فدور مرابط قناة الغد الرباط نرحب بضيفين من الرباط ينضم إلينا سيد عبد الفتاح نعوم الكاتب والباحث السياسي ومن مادريد عبر سكايب سيد محمد روين الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية أهلا بكم ضيفان على شاشة الغد أبدأ معك سيد روين زعيم حركة بوليساريو إذن تتابعه منظمات حقوقية في إسبانيا بجرائم ضد الإنسانية هل تحقيق القضاء الإسباني جاء نتيجة ضغط المعارضة الإسبانية أم نتيجة استياء الخارجية المغربية على إسبانيا بسبب دخول غالي بهوية مزورة؟ نعم بالفعل أعتقد أن الرد فعل الآن المزارة الخارجية الإسبانية هو نتيجة للضغط المغربي المغربي ضغط بشكل قوي جدا على إسبانيا بأجل تدعاء المسلمة إبراهيم غالي خاصة وأن هذا الأخير إلا أن يتحسن الصوت سيد لروين لأن الصوت رديء بعض الشيء لإعادة الاتصال سوف أغتنم هذه الفرصة للحديث مع السيد عبد الفتاح نعوم سيد عبد الفتاح وزيرة الخارجية الإسبانية قالت أن بلادها قدمت للمغرب التفسيرات المناسبة حول الظروف التي أدت إلى استقبال غالي وهي أسباب إنسانية هل ذلك كافي للخارجية المغربية للمغرب؟ بالنظر أن إسبانيا تقول أنها فعلا قدمت تفسيرات للمغرب لكن هذه التفسيرات هي غامضة وغير دقيقة وغير واضحة لأن المشكل في الحقيقة يكمن في أن ما يعتبر بالدواعي الإنسانية التي تقف وراء استدعاء واستقدام واستقبال هذا الشخص هذه الأسباب لا يمكن أن تبقى إلى الأبد لا بد أن تسقط هذه الأسباب في أقرب فرصة لا يمكن أن يبقى مريضا طول الوقت لذلك ستنكشف سريعا حقيقة هذه التفسيرات التي قدمتها إسبانيا لكن في نظري أن الموضوع يعكس أبعاد كبيرة جدا تتعلق في جزء أساسي منها بتنظيم البوليزاريو الذي يعيش أسوأ أزماته في هذه الفترة فتنظيم البوليزاريو هذا الذي يدعي طوال 40 سنة أنه ممثل للشعب ما يسميه شعب صحراوي وأنه كيان سياسي معترف بها أو ما إلى ذلك الآن زعيمه الأول يخرج بطريقة سبيانية وساقطة أخلاقيا وسياسيا إلى إسبانيا وهوية مزورة هذا يعكس الأزمة الحقيقية التي يتمخد داخلها تنظيم البوليزاريو ويعكس وضعه الحقيقي على المستوى السياسي والقانون الدولي فلا يعقل أن نتحدث عن تنظيم ما زال يزعم إلى الأمس القريب أنه قاضي على الدخول في حرب مع القوات المسلحة الملكية المغربية وأنه يحصد انتصاراتهما إلى ذلك فهذه الطريقة طريقة الفارين من العدالة وطريقة الماريقين وهي طريقة أسلوب المرتزقة وأسلوب الخارجين على القانون في العبور إلى دول أخرى فلذلك الموضوع يعكس أسماع حقيقية لدى هذا التنظيم فيما يتعلق بالموضوع للأسباب الإنسانية أنا أعتقد أن الأسباب الإنسانية هناك عناوين كثيرة يمكن أن تدخل تحت طائرة الأسباب الإنسانية وإذا كان من لازم الحديث عن أي دواعي أو أسباب إنسانية تتعلق بهذا الموضوع فهي التي تتصل بملف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها البوليزاريو في مخيمة تندوف نعم ابقى معنا سيد نعوم نعود إلى سيد محمد لروين أكمل فكرتك التي هي كانت أن هذا التحقيق جاء بسبب ضغوط الحكومة المغربية على إسبانيا نعم بفعل قلت هناك ضغوط كبيرة اليوم على إسبانيا خاصة أن الرجل المتورد منذ سنة 1976 إلى حدود المحدة آخر هذه الحلقات حلقات المتابعة من ملاحقة لإبراهيم غالي هي شكاية التي تقدم بها فاضل مهدي بريتا في عشرين غشت من السنة الماضية وفصول هذا المنص تعود إلى أن الرجل كان ينظم جمعاً من فعاليات في تندوف وهذه الفعاليات تحيي مضامنا أنه يختلف معه الخط السياسي لكيال الإنسان فتعرض الرجل لأبشاء أنواع التعديد والاعتقال السوفي والحجاج القصري فتقدم بشكاية أمام المحكمة الوطنية الإسبانيا التي ينظمها القانون السنبيني السبا القضائية في إسبانيا وصلفة 65 من هذا القانون السنبيني هذا القانون السنبيني يتيح إمكانية متابعة المجرمين خارج سرب الإسباني طيب سيد روين بحسب وسائل إعلام إسبانية تم تأجيل التحقيق مع إبراهيم غالي إلى يوم الجمعة كيف يمكن التحقيق والشخص مريض بكورونا وفي المستشفى أعتقد في هذه النظر الضبط لو سمعت وصله هناك تدقيق أعتقد ضروري منه يومية إلطاييس اليوم تؤكد أن القاضي سانتياغو قدراس وهو قاضي بالمحكمة الوطنية الإسبانيا أقدر لائحة بها أسماء خمس أشخاص متابعين في المنطف الذي سبقه وأن تحدث عنه والذي يعود إلى فضل مهدي بريجا لكن ضمن هذه الأثناء لا يوجد اسم إبراهيم غالي ولكن في المقابل هذا القاضي نفسه أعطى تعليمات الشهر القضائية الإسباني لتأكد من وجود إبراهيم غالي بمستشفى لو برونيو بمنطقة لاريوخا ونحن تجد في شمال إسبانيا وأعتقد هذه ربما ستكون مقدمة مقدمة للمطالبة باستدعاء إبراهيم غالي إلى المحكمة للاستماع إليه حسب ما ورد اليوم في اليومية الطييد الإسبانية سيد محمد ابقى معنا وضحت هذه الصورة أعود إلى السيد عبد الفتاح سيد عبد الفتاح مراقبون يرون أن ملف غالي القضائي في إسبانيا أثر على العلاقات المغربية الإسبانية إلى أين ممكن أن تتجه الأمور في ذلك؟ أنا لا أعتقد أن هذا الملف سيؤثر على العلاقات المغربية الإسبانية على المدى المتوسط والبعيد أكيد سيحصل هناك نوع من اللغات قد يحصل نوع من البرودة في العلاقات قد يؤخر بعض المسارات عن وقتها لكن لن يؤثر تأثيراً استراتيجياً لأن العلاقات المغربية الإسبانية فيها الكثير من القضايا والملفات التي هي ملفات ذات بعد إقليمي ومتوسطي وعالمي مثل موضوع الهجرة السرية التي يعتبر المغرب هو صمام أمان بالنسبة لإسبانيا والأوروبا بأكملها في هذا الموضوع موضوع مكافحة الإرهاب والتطرف التعاون الأمني موضوع العلاقات الاقتصادية والإسبانيا الشاريك الاقتصادي مهم جداً للمغرب في العدد من الملفات والقضايا فلذلك هناك استحقاقات كبيرة لكن بالمقابل سيحصل بعض النوع من سؤال فهم لأنه من غير المفهوم أن تقوم إسبانيا باستقبال شخص أولاً هو ملاحق بتهم وجرائم ضد الإنسانية وجرائم اقتصاب وتعذيب وما إلى ذلك وفي نفس الوقت هذا الشخص يمثل تنظيم لا قانوني لا شرعي تنظيم مناوئ للوحدة الترابية المغربية تنظيم الانفصالي والآن هذا التنظيم هو بدأ الآن يعني خيوطه تختلط مع خيوط الإرهاب في الساحل والسحراء هناك أزيد من مئة عنصر من البوليزاريو يوجدون في تنظيمات إرهابية في منطقة الساحل والسحراء شكراً جزيلاً فلذلك الموضوع المحرج بيساة الإسبانية أنا في نظري اللهجة شكراً جزيلاً لك أعتذر منك انتهى وقت هذه المقابلة سيد عبد الفتاح نعوم الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من الرباط ومن مدريد كان معنا عبر سكايف سيد محمد روين الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية ضيفانا شكراً جزيلاً لكما شكراً جزيلاً لكما